The work done by a varying force نكمل كلامنا على الشغل لكن الشغل المبزول بوسطة قوة متغيرة في الحالة الأولى اللي كلمنا عليها القانون الwork كان بافتراض أن القوة ال-F سابتة خلال فترة الإزاحة لكن لو بصينا للشكل اللي عندنا لو القوة تغيرت خلال الإزاحة من ال-X-I لل-X-F كما بالشكل زادت وبعدين L يبقى في الحالة دي مش هقدر أستخدم القانون لأن القوة ليست مقدار سابت إزاي بنحسب ال-work بنقول أن ال-work done is equal to the area المساحة under the curve between X-I and X-F يعني المساحة المحصورة تحت المنحنة ما بين ال-X-I وال-X-F بنحسب المساحة الموضحة بالشكل بيتمثل لقيمة الشغل المبزول ال-work done by spring من أهم الأمثلة على ال-work done by varying force أو بقوة متغيرة هنفترض أننا عندنا block on horizontal على مستوى وفقي connected to a spring جسم مربوط ب-spring if the spring is stretched or compressed a small distance from its original position الوضع به ده بنسميه original position إن ال-spring فيه في حالة اتزان لا مجدود ولا مضغوط لو شدينا ال-spring مسافة X عن وضع الاتزان اللي فيها ال-X بتساوزيه بنلاحظ إن ال-FS اللي هي القوة اللي بيبزلها ال-spring على ال-block بتكون عكس اتجاه الازاح طيب لو ضغطنا ال-spring قوة ال-spring ال-FS هتكون في الاتجاه الموجة بيعني عكس اتجاه الازاح لو الازاحة في اتجاه ال-X سالب قوة ال-spring في اتجاه ال-X الموجة من اللي حسب القوة اللي بيأثر بها ال-spring العالم و القانون بيطاع اللي هو هو هوك سلوه قال The force exerted by the spring is ال-FS بتساوي سالب K في ال-X حيث ال-X is the position of the block with respect to the equilibrium position المسافة اللي بيتحركها ال-block من وضع الاتزان او مقدار الازاحة وال-K مقدار ثابت بيكون خاص بال-spring K is killed the spring constant او force constant بنسميه ثابت النابض او ثابت القوة الاشارة السالب دي معنائية اشارة السالب بتعني لي ان القوة اللي بيبزلها ال-spring دايما بتكون عكس الازاحة في حالة انضغاط او حالة اشك كيفية حساب ال-work المبزول على ال-block بواسطة ال-spring او الشغل اللي بيبزله ال-spring طبعا هنرسم العلاقة ما بين الازاحة ال-X والقوة لو طبعنا فيه العلاقة اللي درسناها في اول الجزء حسبنا المساحة المحصورة تحت المنحنة اللي هو عبارة عن مساحة المسلس نص القاعدة اللي هي ال-X في الارتفاع ال-F-S يبقى نص-X ال-F-S عبارة عن-E عبارة عن قوة من قانون هوك ال-K في ال-X يبقى نص-K في ال-X تربيع او سالب نص-K في ال-X تربيع لان اتجاه قوة ال-spring تكون عكس اتجاه ال-F طبعا دي طريقة تانية باستعمال التكامل بنكامل Fx.dx من XI لXF وبنحسب هنا على جزء واحد من زيرو لسالب X ماكسيمو بنعوض بمقدار القوة سالب K في ال-X دي-X بكامل التكامل بزود القس واحد وأسم على القس الجديد بيديني نفس النتيجة اللي وصلنا السيميوليشن او الفلاش ده بيوضح لي اتجاه القوة اللي بيبزلها لسبرينج خلال الازاحة والتغير فيه طاقة الحركة وتاخد وضع السبرينج غيرت وضع البلوك غيرت ال-X هامل Start هلاحظ ان البلوك يتحرك نحية اليسار ونحية اليمين في اتجاه اللي بيكون فيه حركة البلوك نحية اليسار بتكون قوة السبرينج عكس اتجاه الازاحة والعكس صحيح لما بتحرك نحية اليمين بتكون قوة السبرينج نحية اليسار طبعا هو بيوضح لي اكتر من شيء لكن الحقيقة الجزء ده مش مطلوب عليكم بيوضح لي حساب الكي اللي هي الطاقة حركية للبلوك امتى بتكون ماكسيمم وامتى بتكون نانيمم بيوضح لي اليو اللي هي الطاقة الكامنة في السبرينج والعلاقة بينهم وده ممكن تدرسوه في مستويات متقدمة ان شاء الله هناخد بعض الـ على الوورك او الجزء اللي درسنا او المثال بيقول لي امان كليننج افلور بيسحب مكنسة بخار بقوة مقدرة 50 نيوتين باول معلومة اطاني القوة ادت ان انجل القوة بتصنع زاوية ادت تيتا 30 ديجري وزا روزنتا مع الوثق كالكيوليت زاورك دان باي زا فورس اون زا فاكيوم كلينر وعطيني الازاحة يبقى الثلاث قيم اللي مطلوبين عندي موجودين عشان احسب الشغل الورك يساوي الاف دلتا ار كوسين تيتا اعوض تبقيمة الاف في قيمة الازاحة 3 متر كوسين 30 حسب تقيمة الشغل 130 هننتقل للمسال التاني ابرتك الموفنج انزا اكس واي بلين جوسين بيتحرك في المستوى اكس واي يخضع الازاحة مقدرها ولقيت وعطيني الازاحة في صورة متجه نفيش مشكلة دلتا ار اكوال اتنين اي بلاس ريشي متر عندما قوة سبتة مقدرها وعطيني القوة كمان متجه اف اكوال خمس اي زائد اتنين جين اكتز اون زبار السؤال كومبيوت زورك يساوي الاف في الدلتا ار قصعين سيتا لكن هستخدم قانون الضرب القياس يبقى الورك اكوال اف ضد دلتا ار او الورك اكوال ونرجع لشابتر المتجهات كإن عندي متجهين بضربهم في بعض ضرب قياس بضرب اتنين اي ضد خمس اي يطلع الناتج عشرة اتنين اي ضد اي ضد خمس اي يطلع الناتج زيرو اسف تلاتة جي ضد خمس اي يطلع الناتج زيرو تلاتة جي ضد اتنين جي الجي ضد جي بواحد التلاتة في اتنين بستة اجمع العشرة زائد ستة يبقى الورك بيساوي 16 جول مثال على شغل الخاص بالسبرينج سبرينج از هنج رأسيا جسم كتلت 55 من مية كيلو جرام متصل في طرف السفل ودي بيوضح لي تحت تأثير الحمل او الثقل بتاع الجسم اللي هو الام في الجي زي سبرينج ستري ش ا دستانز استطال مقدار اتنين سنتي اللي كان فيه الاكس بتساوي زيرو وعطيني اول سؤال احسب الفورس كونستانت الفورس كونستانت اللي هو ثابت القوة او معامل الصلاة على طول نروح لقانون حك الاف اكوال الكي في الاكس يساوي الاف باي اكس الاف عندي الام جي وزن الجسم والاكس موجودة بضرب 55 من مية افتصر على الجاذبية الارضية جي بنقربها تقريبا لعشرة عشان تسهلين الحسابات بحول الاكس من سنتيمتر الى متر يطلع للكي 275 نيوتن بير متر تاني سؤال الورك done by سبرينج او الشغل المبزول بوسط السبرينج وورك السبرينج هيساوي سالب نص كي اكس تاري النص الكي لسه حسب ومن قانون هوك الاكس موجودة حولتها للمتر حسب شغل السبرينج ومنساش الاشارة السادم اشتركوا في القناة